بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميل المعرفة هذا هو الدرس الرابع عشر الاقتصاد الكلي الطلب والعرض الكليين lesson number 14 macroeconomics agreed demand and agreed supply راجعا أن يقدم الفائد المرجوع لطلبتنا الأحباء في أقسام الاقتصاد في كل جامعة العربية الإسلامية الآن توازن الطلب الكلي مع العرض الكلي في الدرس الثالث عشر قدمت التفاعل بين ما يسمى aggregate demand AD الطلب الكلي مع aggregate supply العرض الكلي في الأمدين القصير والطويل فعلى المحور الأفقي هناك الدخل المحور العمودي هناك مستوى الأسعار P وهنا تقاطع الآن aggregate demand الطلب الكلي مع منحنا العرض الكلي في الأمد القصير short run aggregate supply short run aggregate supply اللي هو العرض الكلي في الأمد القصير يتقاطع المنحنيان في هذه النقطة على سبيل المثال وهو تخيل فقط لا غير فنجد بأنه تحدد من التوازن هذا اللي هو تقاطع منحنا الطلب الكلي مع منحنا العرض الكلي في الأمد القصير ما يسمى بالدخل أو GDP أو الناتج المحل الإجمالي سوبرستار وبتحدد مستوى الأسعار هذه الآن الصورة البيانية لتقاطع منحنا العرض منحنا الطلب الكلي AD aggregate demand curve مع منحنا العرض الكلي في الأمد القصير وهو short run aggregate supply curve الآن في الأمد الطويل يبقى الآن محور الأفقي يرمز لي أو يعني يبين قيام الدخل الكلي الناتجة منه عمليات الإنتاج والاستهلاك وما شابه والاستثمار طبعا عند المحور العمودي مستوى أسعار بقية نفس المنحنة أو نفس المحور الآن aggregate demand curve يبقى الآن ثابت عند هذه النقطة ومنحنا العرض الكلي الآن اللي هو long run aggregate supply اللي هو منحنا العرض الكلي العرض الكلي في الأمد الطويل لأنه الآن تصححت الأوضاع الاقتصادية الأسعار أخذت يعني قيمتها الحقيقية الطلب الكلي أخذ قيمتها الحقيقية فبقاطع من هذه النقطة هذه النقطة الآن هي تحدد للجي دي بي أو الإنتاج الكلي أو الدخل الكلي ومستوى الأسعار بكون عن مستوى بي ستار وطبعا هذه نقطة التوظيف الكامل للموارد full employment يعني معنى آخر full employment يعني كل الموارد من land labor capital and organization كلها الآن تم توظيفها في عملية الإنتاج والمطويل كل عام الإنتاج كل عمصر الإنتاج يرضى بمستوى الأسعار السائد له في سوقه طبعا فيجد يعني يوظف في عملية الإنتاج وبالتالي الآن عندي full employment هذا في الأمل الطويل هذه الصورة يعني النظرية والعمليات إلى حد ما التي تحدثنا عنها في المقطع السابق الآن ما هي مسارات توازن الطلب الكل مع العرض الكل سيناريوز يعني المسارات في هذه الحالة يعني ما هي الاحتمالات أن ينتقل اليمين منحنة الطلب الكل أو العرض الكل أو إلى اليسار وماذا يحدث تبعا لذلك المسارات الممكنة للتوازن سنتحدث بداية بداية عن صدمة طلب demand shock يعني معنى آخر الآن طرأة أو طرأة تغيير على الطلب الكل زيادة أو انخفاض زيادة الطول الكل أو انخفاضة ما يعني الآن يمكن تمثيلها بيانيا كما يلي المحور الأفقي بقية الدخل أو مستويات الإنتاج مسارة طبعا مستوى الأسعار P الآن هاي الأجريجي الديماند في حالة الأولى AD1 وعند الأجريجي السبلاي نفترض أنه ثابت إلى هذه اللحظة لكن الذي سيتغير هو فقط الأجريجي معنى آخر الشورتران أجريجي السبلاي أو العرض الكل في الأمد القصير بقي ثابتا ومبين بهذا المنحنة لكن الطلب الكلي يتغير الآن لنفترض طبعا هنا بتقاطعه وبتحدد لي مستوى الدخل عند Y ستار صب 1 وعند P ستار صب 1 هي مستوى الأسعار الآن لنفترض الآن لأي سب من الأسباب أنه زاد الطلب يعني معنى آخر انتقل الطلب الكلي من هذا الموقع AD1 إلى AD2 التقاطع الآن عند هذه النقطة ما يعني بأن الدخل الكلي زاد من Y1 Y ستار صب 1 إلى Y ستار صب 2 وارتفعت الأسعار تبعا لذلك من P ستار صب 1 إلى P ستار صب 2 فالانتقال إلى اليمين في منحنة الطلب الكلي من AD1 إلى AD2 وما أدى إلى زيارة الدخل ولكن أسعار بالوقت نفسه ارتفعت تبعا لذلك ممكن الآن أن تكون الصدمة صدمة الطلب يعني تحدثنا الآن عن صدمة الطلب إيجابية Positive Demand Shock انتقل منحنة الطلب الكلي من هذا الموقع AD1 إلى AD2 ومنكون والله صدمة الطلب اللي هو انخفاض في الطلب الكلي لسبب من الأسباب ما أدى ذلك إلى انخفاض الطلب من هذا الموقع AD1 إلى AD3 فالآن الطلب انخفض الطلب الكلي ما يعني الآن بأن مستوى الانتاج مستوى الدخل سبعا انخفض من Y ستار صب 1 إلى Y ستار صب 3 والأسعار بالوقت نفسه انخفضت من P1 P ستار صب 1 إلى P ستار صب 3 أو المستوى السعر التالي وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الدخل وانخفاض الأسعار هنا انخفاض الأسعار هذه حالة ربما تحدث في أي اقتصاد نسميها صدمة طلب أو demand shock إما زيادة في الطلب الكلي أو انخفاض في الطلب الكلي الآن مسارات توازن الطلب الكلي مع العرض الكلي نأخذ حالة ثانية اللي هي صدمة عرض supply shock زيادة العرض الكلي أو انخفاضه المستوى الدخل مبين على المحور الأفقي مستوى الأسعار الآن على المحور العمودي أي الأجريجي ديماند فيش عندي غير أجريجي ديماند واحد نهان نثبت ونفهم بالضبط الصورة الحقيقية فعند فعند منحنة طلب الكلي عند AD1 الآن في عندي short run اجريجي supply اللي هو الطلب الكلي في الأمد القصير عند هذا المستوى تحدد الآن من تقاطع اجريجي مع اجري ديماند في short run طبعا هون المستوى الدخل عند Y1 ومستوى الأسعار عند P1 لأي سبب من الأسباب أدت إلى زيادة العرض الكلي أدت إلى زيادة العرض الكلي من SR AS sub 1 يعني short run اجريجي supply sub 1 إلى short run اجريج supply sub 2 اللي هو منحناء العرض الكلي في الأمد القصير فانتقل من هذا الموقع إلى هذا الموقع إذا نتقاطع الجريد الآن يحدث عند هذه النقطة تحدد على ضوءها الانتاج الكلية أو الدخل الكلية وزاد من Y1 إلى Y2 لكن الأسعار بنفس الوقت انخفضت من P1 إلى P2 هاي الآن صدمة عرض لكن هي إيجابية positive أدت إلى زيادة العرض ما يعني أنه الدخل زاد والأسعار نخفض لكن ربما لسبب من الأسباب أن العرض انخفض العرض الكل انخفض ما يعني أنه انتقل إلى اليسار الآن من SRAS الموقع في هذا الموقع وان انتقل إلى اليسار الآن تقاطع أصبح عند هذه النقطة وبالتالي انخفاض العرض أدى إلى انخفاض الانتاج انخفاض الدخل من هذه القيمة Y1 إلى Y3 والأسعار ارتفعت من P1 إلى P3 هاي ما يطلق عليها بالاقتصاد وحي أسوأ أشكال الانحسار الاقتصادي أن يكون عندنا انخفاض في الدخل وزيارة في الأسعار فمنسميها ركود تضخم أو Stagflation يعني أتت هذه كلمة واختلطة من Stagration وهو ركود و Inflation تضخم فركبها الاقتصاديون أمريكيون والغربيون بكلمة واحدة يسميها Stagflation أو ركود تضخم عند هذه النقطة التي تدل على انخفاض الدخل الكلي وارتفاع الأسعار انخفاض الدخل الكلي اليسار هنا وارتفاع الأسعار هنا هاي الآن صدمة عرض إما إذا كانت إيجابية إلى اليمين أو إلى اليسار اللي هي انخفاض في العرض الكلي محددات الطلب الكلي قد تكون الدخل income يؤدي زيارة الدخل إلى زيارة الطلب الكلي الثروة كلما زار زار الدخل الكلي عندما يرتفع عدد السكان بزيار الطلب الكلي أسعار الفائدة تؤدي إلى انخفاض الاستثمارات ما يعني أنه أثرها سالب على الطلب الكلي توافر الاعتمان كلما توافر الاعتمان في الاقتصاد في الباني ماركت خاصة لقطع العمال يزداد العرض الطلب الكلي عفوا السياسات المالية التي تبناها الحكومة منفذ بواسط الطلب الحكومي والضرائب هذه كلما زار الطلب الحكومي زار الطلب الكلي وإذا انخفضت الضرائب معانا ذلك أنه الدخل المتاح يرتفع ويرتفع الطلب كلي وإذا زار الضرائب ينخفض الدخل المتاح وينخفض الطلب الكلي الطلب الأجنبي عندما يرتفع الطلب الأجنبي على السرعة المحلية يرتفع الآن الطلب الكلي عفوا الطلب الأجنبي عندما يرتفع معانا الدخل زاد وبالتالي ينعكس على محددات الطلب المحلية فيرتفع الاستثمارات إذا ارتفعت الاستثمارات يرتفع الطلب الكلي من معدات استثمارية وأدوات وتجهيزات وجسور وطرق ومطارات وما شابه توقعات عن التضخم والدخل والثروة كلها إذا كان توقعات عن التضخم الآن في المستقبل أنه سيرتفع فإن الطلب الكل الحالي سيرتفع وإذا ارتفع الدخل يرتفع الطلب الكل والثروة طبعا إذا كان توقعات ما يعني الآن بأنه الآن التقاطعات تحت الكمال المحور الأفق ما زال الدخل مستوى الأسعار P على المحور العموني هذه الأجريك الدماند في الموقع الأول وشورترن في هذا الموقع التقاطع حدث هنا وبالتالي تحدث Y1 الآن Y1 على المحور الأفق يتحدث الدخل وعندي الآن مستوى الأسعار تحدث بين التقاطع الأجريك الدماند الأولاني هنا مع الشورترن أجريك السبلاي لنفترض الآن بأن نفقات الحكومة جي ارتفعت على سمثال ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي من الموقع هذا A-D1 إلى A-D2 وبالتالي التقاطع يحدث هنا يعني الآن ارتفع الطلب الكلي من A-D1 إلى A-D2 والتالي وهي حالة تسمى صدمة الطلب لكنها موجبة الآن موجبة القيمة أدت إلى زيادة الطلب الكلي فارتفع الدخل الكلي الآن إتباعاً جراء التقاطع بين الشورترن أجريك السبلاي مع الأجريك الدماند كرب نمبر 2 أو الرقم الثاني هنا وبالتالي ارتفع الدخل من Y1 إلى Y2 ولكن أسعار بذات الوقت ارتفعت من P1 إلى P2 هذه واحدة من محددات الطلب لأنها نفقات حكومة زادت الآن طبعاً الزيادة إلى اليمين الارتفاع في الدخل اليمين وارتفاع الإسعار للأعلى محددات العرض الكلي طبعاً هنا عفواً أذكر فقط أنه هذه واحدة من محددات الدخل اللي هي زيادة نفقات الحكومة أدت إلى زيادة الدخل الكلي من Y1 إلى Y2 الآن محددات العرض الكلي محددات العرض الكلي تكليف الإنتاج جزء من محددات بما فيها كلفة المواد الخام والوسيطة والعمالة هذه كلما ارتفعت تكليف الإنتاج أدت إلى انخفاض العرض كل وبتالي إشارة سالبة إذا ارتفعت الإنتاجية أثر الإنتاجية الآن ارتفاع الإنتاجية اللي هو استخدام رأس المال بطريقة أفضل انتماء العمال لخطوط الإنتاج ومصالحهم وما شابه تؤدي إلى زيادة الإنتاج أسعار الفائدة إذا ارتفعت تؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وبالتالي انخفاض الإنتاج وانخفاض العرض الكلي توفر الايتمان لكريدت المستوردات الأجنبية التوقعات عن الأرباح التضخم له وجهان هنا والسياسة المالية المناطبة بواسطة الضرائب الآن لا أفضل بأن تكليف الإنتاج ارتفعت ما يعني الآن بأنه ما زالت طبعاً منحور الأفقي هنا الأجريد أو الأجريد أو الأجريد إنتاج عفواً يعني أجريد production أجريد عن محور الأفقي عن محور العموني مستوى الأسعار تقاطع الآن بقي عند هذا المستوى بنثبته لأجراض معينة معروفة اللي هي بس بدأ أشوف مقارنة يعني لأنه هذا الآن مقرأ مرجعي بالنسبة لي فعندي عند هذا الموقع فاتحدد الدخل الكل عند Y1 ومستوى الأسعار عند P1 الآن لنفترض بأن تكليف الإنتاج ارتفعت ارتفعت لأي سبب من الأسباب ما يعني الآن بأن العرض الكل من SR AS 1 إلى short run English Supply Cove No.2 وبالتالي التقاطع الآن حدث عند هذه النقطة انخفض الدخل جراء هذا التقاطع أو جراء انخفاض الإنتاج وما يعني أنه الدخل انخفض وارتفعت الأسعار تبعا انخفض الدخل طبعا باتجاه الأسهم والأسعار تبعا هذه نهاية المقطع أرجو تزويدي بمراحظاتكم حول الدرس الرابع عشر في مبادئ الاقتصاد الكلي إما بالتعليق مباشر على مقطع اليوتيوب نفسه أو بالمراسلة على البريد الإلكتروني دكتور بنيهاني لا تنسى تسجيل والاشتراك على القناة هاي عنوان القناة راجعا أو بالبحث المباشر على أبدى رزاق بنيهاني في محرك اليوتيوب نحرص على زيادة المحتوى العربي العلمي في اليوتيوب راجعا أن يكون قد قدم الفائد المرجو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا